صباح الخير او مساء الخير يا برج العقرب. نفصل على طول على القراءة بتاعتك. على طول كده على طول. اه. الحالة العامة بتاعتك ايه يا سيدي يا برج العقرب? اه. اعتقد ان انت الان في وضعك الصحيح يعني. يعني انت بالوقتي اه واخد مركزك قوي مهتم بنفسك بنجاحاتك بمشروعاتك. ممكن تكون قدق اه مشروع جديد او كمان اه يعني متواصل مع ذاتك قوي قوي يعني او عارف قيمة ذاتك. او عرفت قيمة ذاتك كمان. ممكن تكون انت الان يعني الحالة العاطفية اه ممكن يكون ان انت يعني معروض عليك علاقة او داخل علاقة جديدة ولكن مازلت لسه في اه يعني بتفكر ادخل مدخلش طب اجرب ما اجربش حاجة كده من من الانواع دي. لكن انت حاليا في حالتك العاطفية انت مستقر جدا. حتى بدون اه يعني شخص اخر او بدون شريك فانت مستقر في حالتك العاطفية. طيب نشوف الشريك ايه? مش بقولك انت مستقر. طيب مبدئيا كده يا برج العقرب. اه بتتعمل مع حد برج هوائي يعني. مبدئيا كده ممكن او طور او مين تاني طور و اي تاني. طور اه او برج نائي برضو. لكن هوائي شوية طب على الهوائي. طيب مشاعر الشريك ايه? اه الكوين اوف سوردس يعني ام بيفكر بعقله قويا. ما يكون الكوين اوف سوردس في المشاعر معناها ان شخص ده خاليا بيفكر بعقله اكتر من اكتر. وبيحسب الامور اه جدا يعني بيحسبها جدا. رايح جاي فين? بيعمل ايه? بنهب بايه? حاجة زي جدا يعني. اه عايزة شورة اكتاب الكارت ده عشان مكونش مرضو ايه? اظلم ومسا انا اقول لك نيته مش حلو ولا حاجة. ده انت بستتعمل مع حد هواي ايه? امم. الشخص ده عايز آآ يرجع لك تاني لو انت شخص بقى يبقى انت بقى يبقى ايه? يبقى ده حد قديم وانت استقليت بزاتك بعيدة عن هذا الشخص والشخص ده عايز يرجع تاني. وعايز يرجع كمان من رجعة سريعة يعني مش مش هزار يعني. وآآ ممكن يكون هو اكتشف حقيقة مشاعره انه بيحبك. يعني ممكن يكون هو شخص ده هو اللي نهى العلاقة. تمام كده? ولكن الان اكتشف انه بيحبك. وعايز يرجع. بكل بساطة كده. لان كمان هنا عندي معناها الحقيقة كمان والشجاعة. فهو شخص ممكن يكون شجاعة او اندفاعي برضو. مع تحمل المعنى. ولكن هو اا اكتشف اا في حقيقة المشاعر بان العمل ده ما كانش صح مسلا. انه ما كان يتعامل معك بالطريقة دي او حتى ينهي العلاقة. وعايز ياخد تاني الجرأة بتاعته. الجرأة. الجرأة بتاعت انه هو يرجع تاني يتكلم معك او يلحقك. وعايز يلحقك. لان انت بصت انت شايف نفسك قوي. انت متنك قوي. يشايف نفسك كده ومراخيرك فوق. وبتقوله انت مين انا ما عرفكش. انا ما كنتش معك قبل كده. فانت حاليا يعني بعيد عن هذا الشخص. وشخص ده عايز يجيلك تاني. عايز يلحقك تاني. ويلحق الاعداء الجميل اللي كان عيدها معك. والكوين اه معناها الحقيقة. يعني هو كمان مش مش بيجدب يعني. لأ ده هو الحقيقة فعلا ان هو بيحبك يعني. او اكتشف ان اه ما كانش يا صاح ان هم ان هو يعمل كده او يسيب العلاقة. طيب. هو شايفك ازاي بقى نظرته ديك في الشهر ده. شايفك ان انت قفلت. حلاص. قلته في صور دس. اعتقد كل الابراج الملئ ان ايه قفلت خلاص كده. ده حتى ثالت قراءة هو ودي قفلت. انت فتر دس انت قفلت خلاص. ومش عايز بتاني في حقيقة. لانه لانه هو شايفك. هو ما استنتجش ده من نفسه. هو استنتجه من هنا. اه انت استقريت. انت ممكن تكون ارتباط. مش عارفة بقى. حال ممكن تكون انت ارتباط مرة اخرى. الله اعلم. لان انا عندي هنا دهير فنتك. ممكن تكون اتجوزت مثلا. او كتبت كتابك. او تخطبت. الله اعلم. حاجة من هو هو عايز ما يكون عايز يقول لك اه بص هوا ثانية واحدة. عايز يقول لك هو ايه اللي انت عملته ده? بص هوا رفع عديها بتقول لك ايه اللي انت عملته ده? انت روح ترتبط بعد ما احنا سبنا بعض ايه ده? يعني ايه اللي انت عملته ده? انت تسيبتني ليه? او انت انت فعلا عملت حاجة جزرية في حياتك. ده مش عارفة انت ده از ما تكون اتجوزت مرة واحدة. يعني انتم مسلا سايبين بعض بقى لكم شهر واحدة مكتوب كتابك بعدها بشهرين. فازاي يعني? او مستغرب. فزي ما يكون شافك ان انت خلاص. افعل تقص من عندك. وبدأت الحياة الجديدة اللي انت كنت بتتنميها بقى لان انا شايفك مقصود. انت بدأ حياة جديدة مقصود. بس مش حاسة ان انت ارتبطت لان او ارتبط ومقصودك بالشخص اللي معاك. لان انها ينقف بعد بكلزة دي واحدة يعني عندها كل حاجة. فاعتقد ان ان انت حاليا عندك كل حاجة. عندك الحب. عندك الفلوس. عندك كل حاجة. فبدأت حياة يعني اللي انت كنت عايزها. لو كنت ارتبطت. او داخل العلاقة جديدة. ونوي نوي تكمل يعني. هو شايفك انت قفلت خلاص من ناحيته ومش مش هينفعي رجع تاقي. ده لدمان قوي. اهو. اهو. شايف ان انت دخلت في علاقة. ايوة شايف ان انت في نفس ده. شايفك كمان ان انت مش طيقه. بص مدي مدي دهرك ومش عزتشوفه تاني. وقافل منه حياته خارج. ومش عايزه تاني في حياتك. وان انت فعلا استقلت بحياتك ومش عايزه تاني في حياتك وشكرا وجزاك الله الف خير يعني. علين انت عملته. فخلاص يعني هو في في اه في مرحلة انا مش مصدق. ان انت فعلا مشيت يوجد العرب خلاص. العلاقة بانك قطعت بالفعل. مش هيبقى فيه اي تواصل تاني بيني بين برج العرب. حاجة انت ممكن تكون عملت له بلوك. عشان كده هو عايز يقولك ايه ده? ايه ده انت عملته ده? انت عملتين بلوك بجد? انت بجد قطعت التواصل? انت بجد فعلا مش عايزني? ده ده مش حقيقة بك? ده مش كده باصل. ده حقيق? طب هو ايه اللي بيحصل في حياته? حاليا. هو زي ان يكون بيمر بكرمة. اه فيه كرمة عنده اختصر. اه هو حاليا اه تعبان على فكرة. بيمر هزي الشخص بكرمة او نوع من النوع التغيير. عنده تغيير في حياته بيحصل. ممكن يكون مسافر او هيسافر او هيروح لعمل جديد. حاجة زي كده. الشخص ده مش عايز اقول ان انتم مفاصلين بس اه هزا الشخص بيمر في حياته بالفعل اعتقد بنقلة. او ممكن يكون فقط وظيفة. مش عارفة حاسك كده مش مش. مش عارفة ليه حسن انه فقد الوظيفة بتاعته وماشي بقى او مسافر وراح يشوف شغله في حتة تانية. ممكن يكون في بينكم كان خلافات على الزواج. عشان كده انت تدوزت. او اتخططي. الشخص ده اه كان فيه وقود ما بينكم مسلا يديه يخطبك مسلا مسلا يعني افشار سبعة ومداشر. فقمت انت اقول تيه مسلا خلاص. انا مش عايزك. انا اتجوزت. او انا خلاص لقيت الحياة اللي انا عايزها. فهو حاليا اه هو بالفعل العلاقة انتهت. انا يعني مش عارفة يعني اترجمها ازيه ولكن العلاقة بالفعل انتهت وهقول لكم ليه بقى? لان هو في حياته عنده شيء انتهى. عنده رحيل. عنده خلاص. يعني هو بينقل التغيير. يعني مسلا ان ما يكون مرتبط بشخص ويرحل عني تماما بقى وفيش رجوع تاني. بيبقى بيبقى العلاقة خلاص. يعني العجلة اتقفلت خلاص. فهو آآ بيمر بكرمة او بيمر بعلاقة في حاله. خلاص خلصت هذي العلاقة انتهت. عشان كده هو شاعر بان انت خلاص. شكرا انا اخترت غيرك. اخترت شخص تاني اخترت شخص او 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 شايفك ان انت كنت آآ آآ اعتقد ان فعلا ان هذا الشخص كان آآ في حد متقدملك او حد في آآ انت قلت له مسلا انا دي كده تقدمني ولا لا عشان في ناس متقدمي لي وهو مجاشر. او قلت لأ مش هينفع تقدم دلوقتي انا شخص بسافر او بشتغل في مكان تاني او حاجة منازل قبيل يعني. وشايفك ان انت اخترت شخص اخر. كنت محتارة واخترتي. خلاص انا اخترت الشخص الاخر اهو. وانا مبسوطة. بس انتو مبسوطين يعني مش اللي هو بتكيده بي. لا انتو مبسوطين. انتو خلط افتلوا العلاقة. علاقة راحت لحالة. انتو مبسوطين يعني اخلاص. فالعلاقة فعلا انتهت يعني. وهي مشاعره اه اهو مش مشاعر يعني. مش بالدقة اللي انا عايز اولا هي مش مشاعره. هو هو عايز استفهم بس يعرف. هو انتو فعلا نستوه. بس انا مش فاهم اما هو واحدة اتجاوزت او اتخطبت لحد تاني. منا كنا مانسيتت يعني. مركز معي ولا مركز فيه. حاجة زي كده. طب هو عايز يعمل ايه نيتو ايه? هو نيتو غريبة قوي. نيتو البيشو كابس والبيشو فوند. ده النواة صغيرة او شنية كبيرة اه. هو عايز اه يكلمك تاني. وده بقى فيه علاقة تاني. يعني بقى فيه علاقة ولكن علاقة خفيفة يعني. يعني ما يكونش فيه قطع كده. ما نقطعش مع بعض. ما يبقاش فيه قطع ما بيننا احنا الاتنين. ولكن ده مقلقني شوية. ممكن يكونش مقلقني بقى. اه هو يعني عايزك ترجع بتتكلمه معي داني حتى لو كلام صحاب يعني على الاقل. يعني انت خلصت اتخطبت دي او انت بتجوزت او خطبت. اه بس على الاقل يا اخي يعني بقى فيه صداقة. يعني على الاقل لا بقى ما حب اتكلم معاك قد بقى اتكلم معاك. ما تقطعش معاك القطع دي يعني. ما تجرحش قوي كده. حالين اشوف هنا. هو مستقر برضو يعني. ده هو زعلان على فكرة. هو زعلان على العلاقة دي. زعلان على هذه العلاقة.